موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي وينت كما جرت العادة مشاهدين سوف نتابع الكثير من المنشورات وكذلك التغريدات التي تحدثت حول الدكرة الثامنة والثلاثين للتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام حزب الحرية والديمقراطية حزب البناء والعدالة والمساواة نتابع الكثير لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا موسيقى حياكم الله ومشاهدين الكرام من جديد إذن حول هذا الموضوع كتب الكثير من الناشطين وكذلك السياسيين والقراء والمسابعين في صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وكذا تويتر تحدثوا عن هذه الذكرى العظيمة في حياة اليمنيين والمرحلة المفصلية التي نقلت الشعب من عهد التخلف والرجعية إلى عهد البناء والتنمية حزب المؤتمر الشعبي العام كما تحدث عنه الكثير من الناشطين أنه كان بداية للتحول نحو السلام وبداية للتحول نحو البناء والعطاء ليس في اليمني فخص وإنما بداية الخير في شبه الجزيرة بشكل عام وفي الوطن العربي بشكل عام أيضا إذن بداية سنتناول الكثير من المنشورات سنبدأ بمنشور للشيخ فهد الدهشوش حيث كتب حول المناسبة وقال لروحكم السلام ولوطنكم النصر والعزة والشموخ ولحزبكم السؤدد والنجاح لخدمة الوطن في الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس الأمل الشعبي العام لليمنيين وحزب الأحزاب اليمنية وحامل أهداف ومبادئ الثورة اليمنية السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين ومحقق الحلم اليماني في الثاني والعشرين من مايو الخالد كل عام وأنتم ووطننا الغالي بخير وسلام أما الأستاذ عبد الرحمن معزب فكتب حول الموضوع وقال طالما وأنكم لا تستطيعون رفع صور المؤسس فلماذا لا احتفال بذكرى تأسيس المؤتمر؟ إذن مشاهدنا الكرام هو يقصد هنا الأستاذ عبد الرحمن بمؤتمر صنعاء الذين اختفلوا وفي هذه المناسبة لم يرفعوا صور للشهيد المؤسس الزعيم علي عبد الله صالح ولا حتى لصور رفيق دربه الوفي عارف عوض الزوكة نظرا للضغوطات التي يمر بها حزب المؤتمر الشعبي العام داخل العاصمة صنعاء وما يتعرض له من انتهاكات داخل العاصمة صنعاء من قبل ميليشيات الحوثي إذن ما زلنا مشاهدين مستمرين في ذات الموضوع إذن سمير أخضر كتب حول المناسبة وقال الرابع والعشرين من أغسطس العام الف وتسعمائة واثنين وثمانين ميلاد وطن في ذلك اليوم الآغر ولد من رحم تربة الوطن نهجا وفكرا ونظاما أفضل وأنسب لشعب الإيمان والحكمة وسطية المنهج معتدل الأفكار لا غلو ولا تطرف يحفظ الحقوق والحريات يساوي بين الشعب في المواطنة ديمقراطية النهج جعل من الشعب مالكا للسلطة ومصدرها أتدرون من هو؟ إنه المؤتمر الشعبي العام الذي أسسه زعيم الوطن الشهيد علي عبدالله صالح مع كوكبة من أبناء الوطن المخلصين فأصبح حزبا قويا على امتداد الوطن حكم ثلاثة وثلاثين عاما شراكة وانفرادا حقق خلالها الوطن منجزات تنموية مدوية بالأرقام ومدونة في الصفحات وعلى تراب الوطن واقعا ملموسا وقعت وحيكت ضده مؤامرات خارجية وداخلية فسلم السلطة حقلا للدماء وأملا لبناء الوطن على مبدأ التداول السلمي للسلطة الذي يعتبر من أدبياته ونهجه لكن ما حدث العكس تدمر الوطن وسفكت الدماء ولم نر حجرا ارتفع على حجر من البنى التقطية للدولة وزادت المؤامرات بوتيرة عالية على اشتثاث هذا الحزب على غرار حزب البعث العراقي والحزب الوطني المصري لكنها فشلت وستفشل مهما حاولوا لأن حزبنا نابع من تربة هذا الوطن رحم الله مؤسسه زعيم الوطن الشهيد علي عبدالله صالح ورفيق دربه الأمين العام عارف عوض الزوكا وكل شهداء الثاني من ديسمبر وشهداء الوطن المخلصين عاش الوطن حرا أبيا شامخا عاش المؤتمر الشعبي العام إذن أفنان صالح كتبت أيضا حول المناسبة وقالت المؤتمر الشعبي العام محط هام في تاريخ الشعب اليمني الخديث ونقطة انطلاق نحو بناء الدولة اليمنية الخديثة التي أرسى مدميكا فخامة الرئيس علي عبدالله صالح مؤسس الحزب والانطلاق بمسيرة الوطن نحو المستقبل المشرق أسامة البار كتب أيضا مؤتمري لآخر نبضة بقلبي مؤتمري لآخر قطرة بدم عروقي مؤتمري عفاشي وحدوي ولو كره الكارهون كل عام والمؤتمر بألف خير وخالي من الفساد والمتسلقين والمتملقين والمنبطحين أما جعب الأحمد فكتب حول الموضوع وقال أعضاء وقيادة وجماهير المؤتمر الشعبي العام كل عام وأنتم بخير تعرفون ما يجب عليكم أن تقوموا به وأن تفرقتم في الأقاليم السياسية في الداخل والخارج ستعودون بإذن الله ويعود المؤتمر وستلتأم للوطن جراحه ومن بين الرماد سينهض المارد اليمني الكبير ويلم الشتات علي محسن عميران كتب حول الموضوع وقال نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام والذي نجد أنه خلال الفترة الماضية قد أثبت جدارته وريادته وقيادته للعمل السياسي بما حققه من إنجازات ديمقراطية وتنموية كللت بأعادة تحقيق الوحدة اليمنية وإرساء النهج الديمقراطي التعددي وصون دولة الوحدة ومكاسبها فأحقق لنا أعضاء شباب المؤتمر جميعا اليوم الافتخار بمسيرتنا الحافلة بالإنجاز وبرصيدنا الوطني وبسهاماتها الوطنية وبروحنا التواقع إلى صنع مجد جديد تحت شعار سياسي هو لا حرية بلا ديمقراطية ولا ديمقراطية بلا حماية ولا حماية بدون تطبيق سيادة القانون محمد الزوبة كتب أيضاً ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام كل الأحزاب السياسية اليمنية شاركت واحتفلت وهنأت جماهير المؤتمر الشعبي العام بذكرى تأسيس حزبهم الحزب الثابت والقائد والرائد الحزب الديمقراطي الوسطي المعتدل عدا حزب الأخوان المسلمين بين قوسين الإصلاح أين الديمقراطية من هذا الخزب وأين التعددية السياسية أو مهمتهم فقط محصورة على الاعتصامات والثورات وخراب الدول أما مشتاق حداد فكتب حول المناسبة أيضاً وقال ليس المؤتمر فعالية حتى تمنع إقامتها ولا شخص حتى تمنع رفع صورته المؤتمر ملايين إن كنتم تجهلونهم فوقفوا حروبكم ونتج إلى صناديق الانتخابات وستعرفون حتماً من هو المؤتمر وكم أنتم أقزام عفاش بشر كتب حول جماهير المؤتمر الشعبي العام وأن القادم بإذن الله سيحمل من المفاجآت الكثير والكثير للمؤتمر وستشرق شمس هذا الحزب من جديد كتب عفاش بشر وقال سنعود يوماً حاملين لواءنا وسوف تشرق شمسنا من هنا وسوف نبني مجد أيام مضت كانت زمان لديننا وكتابنا رددي أيتها الدنيا نشيدي لن تر الدنيا على أرض وصية إذن ما زلنا مشاهدين مستمرين في الكثير من المنشورات التي كتبها العديد من السياسيين وأيضاً الناشطين عبر صفحاتهم واحتفلين بهذه المناسبة التاريخية والعظيمة والمفصلية في حياة اليمنيين كافة علي الشرعبي كتب أيضاً حول الموضوع وقال تحية عطرة تحية تقدير تحية عرفان تحية إجلال تحية عظمة لكل مؤتمرين ومؤتمرية يكتب ويفتخر بالرابع والعشرين من أغسطس الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام تحية الجمهورية اليمنية إذا المشاهدين وبالانتقال إلى منصة التواصل الاجتماعي تويتر كتب الكثير من السياسيين والبارزين حول هذه المناسبة مستذكرين عظمة هذا الحزب الرائد وأيضاً مدى القاعدة الشعبية وكبرى حجمها لدى أوساط الشعب اليمني لكن الحزب يتعرض لهجمات شرسة من قبل أعداء الدين وأعداء الوطن هكذا كتب الكثير من الناس والكثير من الناشطين ومؤملين بالعودة الكبيرة للحزب العريق والحزب الرائد كما كان علي هذا الحزب الذي بنى الدولة والذي بنى المؤسسات والذي جعل من اليمن تنافس بقية البلدان على مستوى الوطن العربي بتنمية وأيضاً مسابقتها لعجلة التطور والحداثة بدايةً بعبد القادر با جمال حيث غرد حول الموضوع وقال نهنئ الأخوة في قيادات وقواعد حزب المؤتمر الشعفي العام ونترحم على الشهيد المؤسس ورفاق الدرب ونجدد الدعوة على التمسك بثوابت المؤتمر وتوحيد الصف كما نخث على إكمال المساع الوطنية لتوحيد الصف المؤتمري لأعادة لعب دور محوري ورئيسي في اليمن والإسام في التخلص من الأزمة التي تشهدها البلاد أما الأستاذ ذياب معيلي فقد كتب أيضاً حول المناسبة وغرد وقال جسد المؤتمر الشعبي العام القيم التي تضمنها الميثاق الوطني وجعلها واقعاً ملموساً في حياة الشعب اليمني وتحقيق تطلعات وأمال شعبنا وتحقيق الوحدة اليمنية والحفاظ على الثورة ومبادئها كما تبنى جميع أهدافه وتطلعات شعبنا الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الأستاذ محمد بن يحيى جسار غرد أيضاً نؤكد للقاص والداني نؤكد للجميع لأن المؤتمر الشعبي العام بقياداته وقواعده وجماهيره وكافة أبناء الشعب سيواصل نضالهم للحفاظ على الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والتداول استلمي للسلطة وفوق نهجه وميثاقه الوطني لتحقيق أهدافه بالحوار والديمقراطية والتطرق والطرق السلمية وحول احتفاء مشاهدين الكرام بالعديد من الجاليات على مستوى العالم الجاليات اليمنية في مختلف بلدان العالم في أمريكا في جمهورية مصر العربية في الكثير من الدول كان الكثير من الناشطين قد تداولوا العديد من المنشورات والعديد من الصور والعديد من الفيديوهات التي تظهر حب الناس لهذا الحزب العريق وهذا الحزب الوطني الذي خسره الشعب يعني الشعبات يمني النفس بالعودة لأيام هذا الحزب الذي أرسل قدالة والمساواة والتنمية بين ربوع أبناء الشعب اليمني إذن عبد الحميد الشرعبي كتب حول احتفاء الجالية اليمنية في الولايات المتحدة حيث غرد وقال مهاجرون يمنيون في أمريكا يرفعون صور الزعيم ومؤسس المؤتمر الشعبي العام ويجيبون شوارع الولايات المتحدة محمد عبدالله الحضرمي غرد حول المناسبة وقال ما زال فكر المؤتمر الشعبي العام يمثل الأمل الأبرز للشعب في خلاصه من وطأة التطرف والعنصرية والمذهبية والاقتتال وينبذه المؤتمر بوسطيته واعتداله وتقديس قيم المواطنة للتمييز والتعايش للتطرف والقبول بالآخر لا قتله أو نهبه والتحريض ضد لمجرد الاختلاف معه أما يوسف النزيلي فغرد حول المناسبة وقال في ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام ما زال الشعب اليمنية تطلع لعودة روح الدولة التي غابت بغياب قيادة المؤتمر دعوة صادقة لتوحيد قيادة المؤتمر بالداخل والخارج ومنهم تحت سلطة القوثي تحت قيادة واحدة وحكيمة لتقود حزب المؤتمر والوطن لبر الأمان وصلنا مشاهدين الكرام إلى ختام هذه الحلقة ليومنا هذا نأمل من الله العلي القدير أن نلقاكم يوم غد في خير وعلى خير دمتم في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة